تعاني بغداد كباقي المحافظات العراقية من انعدام الخدمات نتيجة الإهمال الحكومي للمشاريع الخدمية منذ عام 2003 وحتى الآن وعلى الرغم من محاولة السياسيين التنصل عن مسؤولية فشل الحكومات المتعاقبة بتوفير الخدمات من خلال قيام المرشحين باستغلال ترد الأوضاع في حملاتهم الانتخابية الحالية إلا أن ما تعاني منه مناطق العاصمة أكبر من إكساء شارع من قبل بعض المرشحين مصدر حكومي في مجلس الوزراء كشف عن حاجة مناطق حزام بغداد إلى تخصيص ثلث موازنة العراق لتوفير الخدمات الأساسية التي يطالب بها المحتجون حيث تحتاج تلك المناطق إلى نحو 20 مليار دولار لتوفير الخدمات الأساسية مثل تجديد شبكات المياه ومحطاتها وتأهيل شبكة الطاقة الكهربائية وإنجاز المشاريع المجاري المتوقفة منذ عدة سنوات مبالغ كبيرة لم تتمكن الحكومة من تخصيصها في ظل العدز في ميزانية عام 2018 والذي يصاحب خطة لتزديد الديون المترتبة على العراق منذ عام 2014 نتيجة الحرب ضد تنظيم الدولة عضو لجنة الخدمات البرلمانية عبدالحسين الإزيرجاوي قال إن خروج المواطنين بتظاهرات كبيرة جاء بسبب الترد الكبير والمزمن للوضع الخدمي والاقتصادي مشيرا إلى أن هذا الإهمال الحكومي للخدمات جعل المناطق تبدو كأنها كهوف ما قبل التاريخ ضياع الخطط والمشاريع الوهمية والفساد الحكومي المستشري في جميع مفاصل الدولة وانشغال الكتل السياسية بالصراعات أسباب كان من شأنها اندلاع تظاهرات واحتجاجات شعبية ضد انهيار الخدمات فعلى الرغم من تاريخ السلطات الحكومية بقمع التظاهرات في البلاد إلا أن المواطنين خرجوا بتظاهرة تلو الأخرى للمطالبة بتوفير الخدمات التي حرموا منها طوال أعوام مضت